اشتركوا في القناة اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى ثما يضعف له العذاب يوم القيامة ويخلذ فيه مهانا إلا من تبى وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تبى وعمل صالحا فإنه يتو إلى الله متابا قال ابن كثير رحمه الله وقوله تعالى إلا من تبى وآمن وعمل عملا صالحا أي لزأه على ما فعل من هذه الصفات القبيحة ما ذكر إلا من تبى في الدنيا إلى الله من جميع ذلك فإن الله يتوب عليه وفي ذلك دلالة على صحة توبة القاتل ولا تعرض بين هذه الآية وإن آية النساء ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه أعد له عذابا عظيما فإن هذه وإن كانت مدنية إلا أنها مطلقة فتحمل على من لم يتوب لأن هذه مقيدة بالتوبة ثم قد قال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وقد ثبتت السنة الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بصحة توبة القاتل كما ذكر مقررا من قصة الذي قتل مئة رجل ثم تاب وقبل منه وغير ذلك من الأحاديث وهذا هو الصحيح وإن كان معنى قول من قال من الصحابة كابن عباس لا تقبل توبة القاتل معناه لا تقبل توبة ليس له توبة تسكت عنه جميع التبعات فإن عليه حق القتيل وهو لن يعني أسقط إلا بأن يرضيه الله من عنده إذا أراد أن يقبل توبة القاتل وكانت توبة النصوحة وقولوا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما في معنى قوله يبدل الله سيئاتهم حسنات قولا أحدهما إنهم بدلوا مكان عمل السيئات بعمل الحسنات يعني يوفقون لعمل الحسنات بعد أن كانوا يعملون السيئات قال علينا أبي طلحر بن عباس في قوله فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات قال هم المؤمنون كانوا من قبل إيمانهم على السيئات فرغب الله بهم عن ذلك فحولهم إلى السيئات فحولهم إلى الحسنات فأبدلهم مكان السيئات الحسنات فرغب الله بهم عن ذلك فحولهم إلى الحسنات فأبدلهم مكان السيئات الحسنات وروا مجهد عن ابن عباس أنه كان ينشد عند هذه الآية بدلن بعد حربه خريفا وبعد طول النفس الوجيفا يعني تغيرت تلك الأحوال إلى غيرها وقال أعطاء بن أبي رواه هذا في الدنيا يكون الرجل على هيئة قبيحة ثم يبدله الله بها خيرا وقال سعيد جبير أبدلهم بعبادة الأوثان عبادة الله وأبدلهم بختال المسلمين ختالا مع المسلمين للمشركين وأبدلهم بنكاح المشركات نكاح المؤمنات وقال الحسن البصري أبدلهم أبدلهم الله بالعمل السيء العمل الصالح وأبدلهم بالشرك إخلاصا وأبدلهم بالفجور صالحا وبالكفر إسلاما هذا قول أبي العالية وختالا وجماعة آخرين القول الثاني إن تلك الحسن أن تلك السيئات الماضية تنقلب بنفس التوبة النصوح حسنات وما ذاك إلا أنه كلما تذكر ما مضى مدم واسترجع واستغفر وينقلب الذنب طاعة بهذا الاعتبار فيوم القيامة وإن وجده مكتوبا عليه لكنه لا يضره وينقلب حسنة في صحيفته كما ثبتت السنة بذلك وصحب به الآثار المروية عن السلف رحمه الله تعالى وهذا سياق الحديث رواه الإمام أحمد وهو في صحيح مسلم عن أبي ذر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف آخر أهل النار خروجا من النار وآخر آهل الجنة دخولا إلى الجنة يؤتى برجل فيقول نحو كبار ذنوبه وسلوه عن صغرها قال فيقال له عملت يوم كذا وكذا كذا وعملت يوم كذا وكذا كذا فيقول نعم لا يستطيع أن ينكر من ذلك شيئا فيقال فإن لك بكل سيئة حسنة فيقول يا ربي عملت أشياء لا أراها هنا قال فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بدت نوالد إن فرد به مسلم وروا أبو الحفظ القاسم التورني عن أبي مالك الأشعرية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا نمى ابن آدم قال الملك للشيطان أعطيني صحيفتك فيعطيه إياها فما والد في صحيفته من حسنة محى بها عشر سيات من صحيفة الشيطان وكتبهن حسنت فإذا أرد أن ينام أحدكم فليكبر ثلاثا وثلاثين تكبيرة ويحمد أربعا وثلاثين تكبيرة تحميدة ويحمد أربعا وثلاثين تحميدة يسبح ثلاثا وثلاثين تسبيحة فتلك مئة سناده ضعيف قل قل لهذا وأستغفر الله قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على مصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين